اشتركوا في القناة بطلبهم حكما نهائيا صادر عن المحكمة المدنية المختصة بقطر يقضي بإلزام سلطات القطرية بتعويض الورثة لثبوت مسؤولية تلك السلطات عن ذلك الحادث وقد أبدى الورثة طلبا بملاحقة الجنائية لمن تسبب في مقتله من المسؤولين بدولة قطر وكانت النيابة قد تلقت بلاغا من إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية بإختارها من قبل السلطات القطرية باعتراضها قارب المجني عليهم حيث اصطدم زورق أمن السواحل والحدود القطرية بقاربهم مما أدى إلى انقلابه وقد باشرت النيابة آنذاك التحقيق وأصدرت قرارات بالتحري حول الواقع وظروفها وتحديد النطاق الإقليمي لها في المياه ومخطبة السلطات الأمنية القطرية لموافاتها بالمحضر المثبت للواقع وملابساتها والإجراءات المتخذة من جانبها هذا وقد استمعت النيابة العامة لمقدمي الطلب وكذلك المجني عليهم المصابين والذين أكدوا أن الصدامة زورق أمن السواحل والحدود القطرية قد حدث متعمدا وعلى نحو يؤدي إلى موتهم حتما وهو ما أدى بالفعل إلى انقلاب القارب وسقوطهم في البحر وغرق النوخذة فيما لحقت بهم إصابات شديدة من جراء ذلك وأضاف المجني عليهم المصابين بأن رجال أمن السواحل والحدود القطرية قد امتنعوا عن إنقاذ النوخذة رغم مناشدتهم بتقديم المساعدة لإنقاذه ثم ألقي القبض عليهم ولقوا معاملة سيئة من قبل السلطات القطرية كما ومنعوا من الحصول على التقارير الطبية المثبتة لإصابتهم فيما أشار إلى أن النيابة العامة قد اتخذت الإجراءات لمخاطبة السلطات المختصة بقطر للحصول على نسخة رسمية من الحكم الصادر في الدعوة المدنية ولبيان ما اتخذ من إجراءات جنائية إذا المسؤولين لديها بأمن السواحل والحدود بسبب ارتكابهم تلك الواقعة